العذراء حبايبي بنات العذراء اللي كتير أنا بحترمهم بحترم صبرهم وطموحهم اللي ما إله حدود صحيح بنات العذراء بيني وبينكم بس ما تقولوا لحدا صحيح إنهم كتير يعني خلينا نقول بيعطوا فكرة خاطئة أو مش مية بالمية عن حالهم وهم قاصدين هذا الإشي يعني بتلاقيهم من بتلاقيهم من الناس اللي جواتهم غير براتهم وهذا الشي مش عيب بالعكس بنت العذراء وشاب العذراء بيوهموا أو بيحاولوا يوهموا اللي حواليهم إنهم كتير أقوية مهما كانت الصعوبات عندهم فهم ببينوا إنهم كتير أوكي والأمور تمام ليش لأنهم في ذاتهم في داخلهم إنه كل الأمور إلها حل ويعني كل إشي مش منيح بيلحقوا إشي منيح فهذا أحلى شي في برج العذراء بنات برج العذراء مختلفين شوي عن شباب العذراء الشباب كتير خلينا نقول مش روتينيين لا بس بحبوا الاستقرار بشكل عام على جميع الأصيدة بحبوا الروتين بنات العذراء لا بتلاقيهم شوي هيك شو بد أقول يعني مش مجنونة بنت العذراء بس بتحب أحيانا هيك تنجن بكل دلعب كل حلاوة وهذا اللي بحبب الشباب في بنت برج العذراء طبعا حنحكي عن الفترة الماضية والثلاث أشهر الجايين فيارب إنه تزبط هاي القراءة معاكم كلكم حبايبي برج العذراء اللي قلوبهم كتير كتير طيبة وهم كتير راب من القلب صديقاتي برج العذراء وكمان من الشباب من الناس اللي أنا أحيانا بلتهي لأنه في عندي كتير بيكون شغل وأمور بدي أخلصها فبلتهي ما بلاقي إلا هم يعني عم بيرنوا لا بسبوا كمان يعني إنه ليه ما عم تسأل عنا ليه ما فكتير طيبين وكتير يعني صادقين في صداقاتهم بتكون طويلة الأمد صداقاتهم وعلاقاتهم العاطفية هذا أحلى شي أنا بحبه في برج العذراء وعمليا كتير ناجح وكتير بكافح حتى لو بلش من الصفر ووصل للعشرة عادي جدا إذا خسر عادي جدا وفي كل لياقة وبكل حياء بكل يعني شو بحكوها بكل روح رياضية ممكن يعيدوا من الأول وعادي والأمور تمام عندهم وهاي سبب قوتهم وصلابتهم بالفترة الماضية شهر أربعة شهر أربعة كان فيه تقريبا أو شهر ثلاث ثلاث أربعة هذا اللي أمبين إنه كان فيه جرح كبير عند برج العذراء ويمكن هذا الجرح كان وجود من البداية لكن يعني كبر كتير بشهر أربعة وبشهر خمسة صار فيه عندهم تشاؤم كامل من العلاقات العاطفية من الناس اللي يعني من أقل الناس اللي صار فيه عندهم انفصال أو حتى في الحياة بيصير عندهم انفصال اللي هو طلاق لو كان فيه زواج الناس المتزوجين هم العذراء لأنه ما بيحبوا يتخلوا بسهولة حتى لو كان الطرف الآخر هو سيء فهم بظلهم استحملينه بظلهم مع إنه كذا فرصة بيلاقوا حواليهم يعني هم من الناس الجذبين جدا برج العذراء الأنيقين بفكرهم في مظهرهم وجوهرهم هم برج العذراء من أحلى الأبراج لكن أحياناً اللي بيصير إنه من كتر حبهم في الطرف الآخر والتضحيات اللي بيصير بيصير إنه الطرف الآخر بتملكهم فخلص بيكون عندهم تحصيل حاصل إنه برج العذراء خلص ما حيتخلى عني وهذا الإشي يا جماعة العذراء بدكم تحاول تغيروه فيكم طبعاً ما بقول عن الكل لكن خليناً أنا حكي 60-70% منهم وحتى الناس اللي حوالي يعني بتنطبق عليهم هاي الأمور تماماً عندي صديقة برج العذراء يعني زوجها أبداً ممنح معاها عم بتروح على شغلها هو ترك شغله عم تصرف عليه هذا الشي مش عيب أبداً أنا ما عم بقول إنه ما نوقف مع الطرف الثاني لكن هو سيء أساساً معاها وهو عم يعمل علاقات ثانية مع بنات ثانين خارج هذا الزواج لكن هي بتعرف وبتظلها بتهدستمر بهذا الموضوع فأنا دائماً يعني ضدها في هذا الشيء ودايماً بنبهها وبحكي لها النصائح اللي يعني من قلبي والله بتكون طالعة برج العذراء بدك توقف تضحيات علشان تبلش حياتك حياتك حظك حلو كتير 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 في فترة الجاي في فرص كتير ما ترجع للقديم القديم كتير سيء بالنسبة إلى قومة من الطاقة السلبية اللي ممكن تكون متواجدة في شخص هو الشخص اللي كان معك لذلك إذا لسه ما بعدت عنه أنا بنصحك تبعد عن هذا الشخص لأنه بمثابة سم في حياتك حتى في شغلك عم يتدخل عفكرون هاي العلاقة السيئة الطاقة السلبية أثرت حتى مش بس بالعاطفة هو أثر عليك في عملك وانت من الناس اللي عندك العمل number two طبعا على حساب أنه العاطفة number one عند العذراء لأنه من الناس اللي كتير رومانسيين وكتير وبيحبوا حالة الحب نفسها يعني برج العذراء حتى لو ما كان عنده حبيب هو بحب يحسس حاله أو بحب حالة الحب نفسها لذلك حتى لو ضحوا كرمال هذا الشخص أحيانا بيكون مش حبا فيه مش لأنهم مش قادرين يعيشوا بلا لا بس لأنهم هم ناس كتير طيبين ورومانسيين وبيحبوا حالة الحب ما بحبوا يطلعوا منها ما بحبوا يكون لحالهم على الصعيد العاطفي بحب دايما أنه يتدلع هيك برج العذراء ويدلع وشاطرين يعني هم أكتر ناس شاطرين في الحب أو إعطاء الحب للطرف الثاني نصيحة كمان مرة بقولها بقولها لكم أنه اتخففوا شوي حلوة تضحية كرمال الطرف الآخر كتير حلو لكن هذا الإشي لازم أنت كمان تاخد تضحية وانت لازم كمان تاخد حب واهتمام وقوله إلا الخيانة يا جماعة الخير بنت العذراء ما تضلك مع شخص يخونك كتير تكررت معي بالقراءات الخاصة يلي عميب عطولي أنه بقوله لأ أنا بدي أضلي معه طب ليش بديك تضلي معه أنت في فرص كتير بالفترة الجاي في كتير فرص وسعادة إذا أنت تركتي هذا الشخص شوفوا هده البطاقتين فوق بعض شرط يعني شرط إذا تركتي هذا الشخص أنت في سعادة كبيرة بالفترة الجاي لأنه حتلاقي شخص بناسبك تماما وبيقدر الحب اللي أنت عم تعطيه فلذلك أنا هب بقولك ارتاحي وريحي أمورك في شخص عم براقبك من البعيد لكن هو حاسس أنه في بحياتك شخص أنا عم بقول للعزاب في شخص بحياتك لذلك هو مباحث شوي هاي الفترة لكن بمجرد أنه يلاقيك أنت وحيدة أو خلص بدون علاقات يتقدم لك هذا الشخص وعلى فكرة قلبه كتير صافي ويمكن يكون غني ممكن يكون غني لدرجة كبيرة عفكرة وهذا الشي حلو كمان إن شاء الله تعني وقلبه صافي فشو بدك أحلى من هيك هذا بالنسبة للعاطفة بالنسبة للعمل حتحق نجاحات كبيرة بالنسبة للعمل وفي حلم أو في فكرة مشروع كذا كنت كتير حابة إنك تعمليه وعم بتأخر أنا دائما بحكي للبنات بس يا شباب ما تزعلوا مني لأنه أغلب القراءات الخاصة بنات بتكون عندي فمتعودة إنه أحكي بصيغة إنه للبنت بس أنا أصطي للشاب والبنق من برج العذراء طبعا في كان عندك برج العذراء في كان عندك فكرة مشروع نواة بس أنت واقف يعني بدك تقدم خطوة لا بدي أتراجع أنا بقولك اقدم على هاي الخطوة لأنه حتكون ناجحة إلك ومنحة لإلك مية بالمية وحا يعني حتكون في مكان حتلاقي حالك في مكان الثاني في وفرة مالية كبيرة مبينة بالأوراق لذلك بلش هاي الفكرة ابعد عن هذا الشخص اتطلع حواليك منيح اهتم بكل اللي حواليك ما تطنش أبدا ولا أي تفصيلة الشخص الحلو اللي عم نحكي عنه يلي قلبي طيب يلي معه فلوس كتير هو جاي بالطريق فإنت رح تكون ماسكه بإيديك ورجليك وهاي نصيحتي إلك مش عشان الفلوس مش عشانه غنيل لأ طبعا بس لأنه قلبه صافي وحيعطيك الحب يلي إنت بتستاهله طبعا برج العذرة استنوني بقراءة تفصيلية لأنه هاي قراءة عام ميلة ثلاث أشهر ما معقول إنه تكون يعني تنشي معاكم مية بالمية استنوني بالفيديوهات التفصيلية شهرية أو أسبوعية على حسب الفضاوة طبعا موسيقى موسيقى موسيقى